اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المركز الخامس سمحة القادمة وحامر لشعار رسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان جمعة بن عتيق قرميثي المحترف يصل على المركز الخامس المركز السادس سادس التحديات غيوم لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة تحد المضمرين محمد بن سعيد بن بروك الحميري قادما على المركز السادس المركز السابع سابع التحديات والانطلاقات الحذرة ام هناك بروك لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوب احمد بن علي بن عامر العويسي والمركز الثامن لتأتي هناك هاملولة من هجن الرئاسة بقيادة الضافر علي بن جميل الوهيبي والمركز التاسع الشاهنية من هجن الرئاسة بقيادة الفيلسوف احمد مايد الاخيلي والمركز العاشر الشاهنية بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هذه النتيجة مشاهدين متابعين على عزال العشرة المراكز الأولى المنطلقة والمؤلل عن اندفاعها وانطلاقها منذ بداية هذا الشوق تشكلنا رحلة مميزة رحلة أنوارها البحث عن النموس والبحث عن الفوز والانتصار في جائزة زايد الكبرى في هذا المهرجان الكبير المقام هنا في ميدان الوثبة عودتنا إلى المقدمة عودتنا إلى الشعار المميز شعار هجن الرئاسة المتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يعرف طرق النواميس جيدا بوسعيد المركز الأول مع انطلاق الشاهنية المركز الثاني عن التحديات الحذرة الحذرة من تتابع انطلاق الشاهنية وتتبعها على المركز الثاني الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع انطلاق الحذرة المركز الثالث الاسم القادم هناك غيوم لمعالي شيخ محمد بن فطيح الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الثالث المركز الرابع الدكتورة أو صلاة الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن راشدة المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي القادم على رابع التحديات والمركز الخامس هم الأولى لهجن الرئاسة بقيادة الضافر علي بن جميل الوهيبي 2 كيلومتر ما يفصلنا عن خط نهاية ما يفصلنا عن الناموس وعن المقصورة الرئيسية أكتفي بالخمسة الأسماء الأولى وأود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الشاهنية وأداء الشاهنية وانطلاقها في مقدمة الشوق من هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير متواجدا مع هذه التحديات والانطلاقات المركز الثاني القادمة هملولة وغيوم ولكن الشاهنية أوصلت الشاهنية بقيادة الفيلسوف أحمد بن مايد الخيالي رجل الخطوط النهائية بدأ يتقدم وبدأ يظهر مع لوحة كيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن خط نهاية المركز الثالث هملولة من هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي المركز الرابع أوصلت الشاهنية من هجن الرئاسة المجازف بن زيتون أعود إلى مقدمة الشوق أعود إلى الانطلاق الأول وإذا الشاهنية الشاهنية لا زالت هي المسيطرة هي المنطلقة بتحديات هذا الشوق العصاف البطان بدون أي أوامر وصلت الشاهنية الأخرى مع انطلاقتنا في الكيلومتر الأخير بنفس الشعار يقدمها للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون ألم هيري للهد الركاية المجازف يقدم لنا مجموعة من الشواهين على المركز الأول والمركز الثالث ولكن هملولة اتحركت هملولة وصل ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي بولج مايل ولكن بوسعيد العصاف البطال لم يصدر عليها الأوامر ما شاء الله تبارك الرحمن الشاهنية الشاهنية الركب تلقاي الأداء مميز يرتقي بحضارة هذا الشعار شعار مؤسسة هجن الرياسة انطلقت الشاهنية عصاها في البطال بدون أي وامر ما شاء الله تبارك الرحمن المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون ألم هيري للهد الرك أوسق الله دارك يا بن زيتون على المركز الأول على مقدمة الشعار ثانيا هملولة ولكن السلام السلام مع الرئاسة السلام مع المجازف مع بن زيتون مع بن منازف تهانين والنموس لمؤسسة هجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون ألم هيري على فوزه بالمركز الأول والعصاف البطال المركز الثاني هملولة من أجل الرئاسة المركز الثالث هملولة من أجل الرئاسة المركز الرابع وصلت بروق الشيخ زايد من المر المكتوب المركز الخامس الصريدية من أجل الرياض سعود ضابر مبارك المهيري وصل على المركز القامس هكذا مشاهدين ومسابيع الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشهوط التوقيت الزمني سبع دقائق ثلاثة واربين ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية التهانينة والناموس المجازف التوقيت سبع دقائق واحد واربين ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينة والناموس المجازف حمد ورعتيق من زيتون المهيري المركز الثاني هملولة سبع دقائق ثلاثة أجزاء من الثانية وتوقيت هملولة تهانينة والناموس للضافر أيضا المركز الثالث هملولة سبع دقائق خمسة أربين ثانية أربعة أجزاء من الثانية التهاني والناموس لهزن الرئاسة والإضافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي اشتركوا في القناة